ولكن تعالوا نتكلم شوي بعيدا عن كرة القدم كنا تكلمنا مع حضراتكم مبارح لو انتم تبعتونا عن مايار شريف بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 49 على مستوى العالم الحمد لله تأهلت لتاني أدوار بطولة رولانجا روس بعد ما فازت على الأوكرانية المصنفة رقم 58 عالميا مارتا كوستيوك بنتيجة مجموعتين من دون رد في أول مواجهة ما بينهم في هذه البطولة جاءت نتيجة المجموعتين 6-3-7-5 وبرضو نفكركم مرة تانية مايار كانت حققت بطولة كارلس روا المفتوحة للتنس في ألمانيا في منافسات الزوجي وكمان الفردي بعد ما تغلبت على منافستها الأمريكية برناندا بيرا في المباراة النهائية وتعتبر مايار شريف يا حضرات وده بقى الجزء اللي احنا عايزين نفخر به كلنا هي أول لعبة مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 50 لعبة تنس على مستوى العالم في تصنيف محترفات التنس العالمي كمان حققت إنجاز تاريخي هو الآخر بعد ما أصبحت هي أول مصرية تتأهل لبطولتين يعني من بطولات الجراند سلام وكمان خدوا التالتة والأخيرة وإن شاء الله بتوقعش الأخيرة يعني هي أول لعبة مصرية في التاريخ بتشارك فيه دورة أولمبية زي ما حصل في توكيو 2022 طبعا إحنا كلنا سعداء جدا بهذه الإنجازات يعني أوجه التشريف المختلفة اللي هي بتشرفنا بيها ربنا يكرمها إن شاء الله والمزيد من النجاحات